حثت شركة تجزئة أمريكية رئيس دونالد ترامب على التوقف عن تهديداته بفرض رسوم جمهوركية على قائمة أخرى من المنتجات الصينية محذرة من أن نشوب حرب تجارية بين البلدين ستعود من نتائج كارثية على الاقتصاد الأمريكي وكذلك المستهلكين وقال ديفيد فرينش نائب رئيس الاتحاد الوطني لشركات التجزئة للشؤون الحكومية إن الرسوم الجمهوركية هي ضرائب وسيؤدي فرضها في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المنتجات التي يشتريها الأمريكيون وضف فرينش أن شركات التجزئة الأمريكية ستبحث عن مواردين بودلاء في ظل الغموض الذي يكتنف العلاقات التجارية مع الصين لكن ذلك لن يتحقق بين يوم وليلة لأن البحث عن مواردين جدرين بالثقة يستغرق وقتا طويلا وازر رئيس ترامب توجيهات يوم الخميس إلى مسؤولين تجاريين لوضع قائمة أخرى من المنتجات الصينية بقيمة 100 مليار دولار لاحتمال فرض رسوم جمركية مصاعدا بذلك مجابهة بين أكبر اقتصادين في العالم لكن الصين حذرت يوم الجمعة من أن على أتم استعداد للرد بتوجيه ضربة قوية مضادة تشمل إجراءات تجارية جديدة إذا أضافت الولايات المتحدة المزيد من الرسوم على الوردات الصينية ووصف المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاوفينغ وصف النزاح على الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة بأنه صراع بين التعددية والأحدية وأضاف أن إجراء أي مفاوضات تجارية سيكون مستحيلا في ظل الظروف الحالية شكرا شكرا